أعلم بحضراتكم من جديد والتخطية مستمرة لكواليس بعثة فريق النادي الأهلي في المنديال وبالتأكيد الأهلي في المنديال تخطية مستمرة على مدار الأيام الحالية بالتأكيد لمشاركة الأهلي في هذه البطولة وانطلاقة ومشاركة جيدة في البداية أمام أوكلاند سيتي بالتأكيد هذه الفقرة فقرة التحليل مهمة جدا لأنها نشوف إزاي الأهلي قدر يعني يخترق دفاعات فريق أوكلاند سيتي ويحرز سلاسة أهداف ومن ثم تأهل إلى الدور التالي لمواجهة تاسيات البطل أمريكا وبطل قرد القونكاكاف فهذه الفقرة بيناورنا وبشرفنا اتنين من المحللين الشباب اللي بتأكيد عندهم إضافات مهمة جدا في ناحية التحليل الرقمي للمباريات في الفترة الأخيرة أبدأ في البداية برحب بي الأستاذ آسر حسين آسر منور الدنيا وأهلا بيك ربنا خليك سيد محمد منور برنامجك ومسوطني معاك ومع أستاذ أحمد مع محمود صديق وأخوه أهلا بيك أهلا بيك كمان بيناورنا الأستاذ محمود شاكر أحد برضو الأفراد المهتمين جدا من ناحية التحليل الرقمي والمتابعة التحليلية للمباريات في الفترة الأخيرة ويمكن من الناس برضو اللي بي معاك أسر بيقدم رؤية رقمية مهمة جدا ويقدم لنا كمان معاك أسر رؤية رقمية لمباراة الأهل أوكلاند سيتي وإطلالة كمان مهمة جدا على فريق آسيات البطل أمريكا محمود أهلا بيك أهلا بيك وأهلا بيك أحمد ومحمد يعني أنا مفصول جدا أن أنا معاك وبقالي كتير جدا وما طلعتش معاك وبقالي فترة كبيرة وسعيد طبعا معايا يا أسر حبيبي فسعيد جدا ومبروك للأهل المبارح مباراة أكتر من رائعة منوارين الدنيا ومبروك أعتقد عرض مشرف للكرة المصرية والعربية لبما أنه محفل علامي يعني كل الدنيا بتوصف أعتقد الأهل الحقيقة قدم عرضه أكتر من رائعة قبل ما أتكلم معاكم على أوكلين سيتي وعلى سياتل ساوندرز أنا عايز أتكلم معاكم شوية على مارسال كولر إجمالا يعني الراجل خاد شوت محترم أعتقد أنه بصماته فكره رؤيته بقت واضحة بالنسبة لكم بشكل كبير جدا وبصرف النظر عن النتائج والأرقام يعني الأهلي طول عمره حتى وهو مش في أحسن حالته بيكسب إحنا كجمهور أهلي متعودين على المكسب لكن اللي دائما كنا بنبص عليه وكنا مستنينه من أي مدير فني إن احنا نشوف كورت الأهلي اللي احنا متعودين طول عمرنا إن احنا نشوفها إلى أي مدى نجح مارسال كولر إنه يرجع للأهلي كورته الممتعة ويرضي جماهيره على المستوى الفني هبتدي بمحمود نادي الأهلي مع مارسال كولر أصبح فريق شرس جدا 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 في تطبيق أسلوبه على أي فريق في أي بطولة أيا كانت مارسال كولر مدرد متميز جدا في إنه هو حاول بشكل كبير إنه هو يوصل لأفضل طريقة لعب السنة دي شوفنا ابتدى في أول السنة أربعة اتنين تلاتة واحد كان الاعتماد أكتر على وجود صنع علعاب كنا بنشوف إنه هو بيدخل برونو سافيو وكان برونو سافيو ساعات بيقدي الأداء ده بأداء متفاوت وبعد كده قم يدخل محمد مجدي أفشا ولكن المنظر دول لأضلته في طريقة أربعة تلاتة تلاتة اللي بيلعبها دايما ولي بيفضلها واللي خلاص بقت دلوقتي هي سيمة النادي الأهلي وهي الزيادة العددية تاعت اللعيبة اللي في وسط الملعب التلاتة اللي في وسط الملعب والأدوار اللي بتتغير خصوصا واحد من أفضل اللاعبين الأداء بتاعهم أكتر من رائع هو طبعا حمد فتحي مارس الكولر طريقة أربعة تلاتة تلاتة الزيادة العددية اللي هو بيلعب بيها هو بيغير طريقة هجوم النادي الأهلي لطريقتين ممكن الطريقة الأولانية إنه لو حد حاول يلعب على النادي الأهلي وطلع بالدفاع شوية لحد ونص الملعب بيشوف مساحات كبيرة جدا في ظهره فأول ما النادي الأهلي بيخطف الكرة بيلعب على طول الكرة في السرعات في ظهر الدفاع لمحمد شريف طب لو الفريق اللي بيلعب قدامنا النادي الأهلي كومباكت النادي الأهلي بيرجع يعني النادي الأهلي بيبدأ يضغط بكل أسلحته خصوصا ويبدأ يلعب على الأطراف ونشوف السويتشات والضبل باص اللي بيحصل دايما ما بين الباك رايت والوينج رايت على نادي الأهلي والباك ليفت والوينج ليفت على نادي الأهلي سواء علي معلول وأحمد عبدالقادر ونفس الكلام إنها حسين الشحات ومحمد هاني وأكيد إشارة خاصة بمحمد هاني وحسين الشحات مبارح قدوا مباراة إلي فنادي الأهلي بيبع عنده دايما أسلوبين متنوعين الطريقة دي اللي بكلمك عليها هو دايما لما حد من الاتنين باكات بيطلعوا واحد بينزل يسقط من لعيبة نص الملعب وخصوصا بيكون يا أليو ديانج يا حمدي فتحي يغطي وراء الباك يعني لو علي معلول زاد بنشوف إن محمد هاني بيقف لورا تلاتة فيهم عمكة وهرهالك بالحالات دلوقتي وفي نفس الوقت واحد من لعيبة نص الملعب ببواقف سكرينينجا دستروير في الحتة دي عشان يغطي وراء ظهر الباك اللي طلع والباك التاني بيبقى موجود الحالة التانية اللي بنشوف عليها النادي الأقل في حالة الهجوم الزاي بنشوف الأتنين وإن جاد دايماً بيخشوا هم الجوة الملعب ويسيب الأطراف للباكات عشان يقدروا يعملوا الزيادة العادية والأوفرات وميزة من مميزات النادي الأهلي وميزة من مميزات مارس الكولر السنادي مع النادي الأهلي هي الزيادة العادية جواد 18 دايماً بتشوف النادي الأهلي أي أوفر خليني عفو ما الحتة دي أسمع أسر في قصة انه دايماً حاسيني انه فيه فرق بين الأهلي في الشرط الثاني عن الأهلي في الشرط الأولاني. وخصوصا في الموجهات الكبيرة. يعني دايما بنحس أنه الجيم بيبقى مختلف بشكله، رتمه قاعه يعني في الشرط الأول ويختلف تماما في الشرط الثاني. وأغلب بمتشاط الأهلي الكبيرة في الشرط الثاني شفنا كورة، شفنا نتائج، شفنا سكور كبير جدا معه ونفسين طوال يعني. تفسيرك لده إيه يا أسر؟ الحقيقة يا أحمد. أنت بتكلم على أنه عمل معادلة صعبة في الكورة. فإنك تحقق النتائج مع أنك تجرب أكثر من طريقة لعبة حتى تصل للطريقة المسلوة. وهذا اللي شفناه والترجم بشكل مثالي أمام أوكلند. التحول من أن أنا هلعب من صنع لعبة أو لا أن أنا أريد أبني أكثر من منظومة تبقى دي القوام بتاعي اللي أنا أريد أعمل به طريقة اللعبة بتاعتي. أنه لازم الاثنين اللي هورا يكون مساكني اثنين كويرة زي متولي ومنعي. أنا أريد لازلت نندل اللعبه طبعا مع كامل الأهم طبعا وعندي أكيد مدافعين قلب تحرك. أنا أختارف معك في الجزئة دي في الجزئة دي لأنه حتى لما خالد ورامي لعبوها في مصر الزمالك مثلا ما شفناش أي مشكلة في الدفاع نديل. تماما تماما يا عمره ما تعمل لك مشكلة. وواحدة كمان مرتبطة بفكرة أنه بصرف النظر عن أسماء اللعيبة كله بيقدي بنفس يعني رجل موصل فكرو بس إبارح كلامك مضبوط لكن مبارح أنت استفدت من اللي أنت عايزه بظلط. كان بيقع منك منعم شوية في حد ثاني يشارك وكل ممكن يشاركوا أحسن من بعض. لكن حد يبني لك الهجمة من تحت وأبرز مثال طبعا يعني كده على السريع الكرة اللي تلعبت لطهر اللي كان حيتحسن فيها ضرب الجزاء أنت ضربت بلمسة واحدة اللي متكون عندك لعيب قادر يبني يعمل الكرة طويلة من وراء بيبني الهجمة. لكن اللي حيمرس الكرة الإثبات على أنه المعادلة ما بين النتائج وما بين الأداء وتجريب أكتر من خطة وجرب أكتر من خطة الحظة ما أوصل للطريقة المسلى فكرة كان محمود يتكلم على فكرة نحن مبارح يعني عمتا مع مرس الكرة بس التأكيد مبارح فكرة فرض الشخصية أنا روحت على أوكرند وأنا مذكر وعارف أنه هيلعب بتفاع كامل قدامي هيروس اللعيبة تحت الكرة كلهم فرض الشخصية من الدية الأولى من الدية الأولى الناحيتين يعني كنا شفنا المطشط في الدوري قبل ما نروح كاس العالم محمد هاني هو اللي عمل جابها نارية ناحية الليمين ومريح معلول شوية في الجزء البدني كلر بيحاول يريحه بدنين شوية فأنت جابها واحدة أو الملعب بماية ناحية الليمين لكن أوفرلاب ما بين الاثنين أوفرلود ناحية الاثنين ناحية الليمين ناحية الشمال الزيادة بتاع توسط الملعب فكرة الكولاكتب فوتبول يا أحمد أن أنت بتلعب كرة شاملة بكل الخطوط الشوت الأولاني رغم أن اتأخر الهدف ولحد ما حسين الشحات زي ما عملها في الدوحيل عملها بام أوكراندو كسر الديدلوك إنت لو بصيت على الكرة وهي جاي ياله التمن لعيبة أو التسع لعيبة حتى الفر والضامن لحد تحت نص الملعب كلهم تحت الكرة الحل إيه؟ قذيفة من بره 18 تكسر التكاتل ده حتى بعد كده الأهداف الأهلي وأجمله طبعا هدف ثالث اللي كان فيها 20 لمسة هي تتويج لكرة كولر يعني اللمسة الأخيرة بص البصمة يعني الجونة الثالث تتويج يعني بياري الناس دي كرة الأهلة اللي عبتها دي كرة اللي احنا عدنا طول الوقت المعادلة ما بين الكرة الحلوة واللمسات وفتح الملعب التحرك بين غير كرة وعدم التقايد المراكز يعني واللمسة الحلوة من كهرباء والفينش الحلوة من تاو جونة عالمية بصرح أبن الله أضافة للحالات أنا متشوق أشوف بقى الحالات اللي عايزين يتكلموا عليها وانا عايز أتكلم عن الحالات هل تحرك حسين الشحات للناحية اليومنا للناحية الوسرة ويستلم الكرة ويشور كباك حسين الشاط من ناحية الشمال واستلم من ناحية الشمال مش من اتجاه بتاعه فبقى نبدأ مواعد الحالات لو نشوف الحالة الرابعة الحالة الرابعة بتاعت الهدف بتاعت النادي الأهلي احنا كنا تكلمنا بنقول نبدأ أول حالة نعم نبدأ أول حالة لها الحالة رقم أربعة لها فيها الهدف عشان أشرح لك الهدف فإحنا كنا بنقولي النادي الأهلي دايماً لما بيزيد زيادة عددية وبيلعب بريزك كبير جداً أنه هو بيلعب بضغط عالي دايماً بنشوف ده الهدف معلول ده معلول لا ده مش الهدف الحالة الرابعة نبدأ 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 بالترتيب أنا عاوز أتكلمك على طريقة لعب النادي الأهلي وطريقة وقوف لعبة نص الملعب في تخطية زاهرين الجنب نرجع أول بقى صورة معلش نرجع أول صورة آه هي بزبط ده الجن ده الجن بزبط عاوز أتكلمك على الجن الجن بتاع نادي الأهلي الليكم نتكلم عنه إزاي حسين الشاحات بقى موجود في المكان ده قلنا الطريقة المسلى لمرس الكولر عشان عارف إن المنافسين بيذكروا كويس جداً 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 هو دايماً بيعمل عنص ومفاجأة عنص ومفاجأة بيجي عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا اللا مركزية بتاعت اللعيبة والسويتشات بتحصل ما بين اللعيبة يعني ممكن الجناح تلاقيه بيلعب مكان نص الملعب ونص الملعب هو اللي بيزيد مكان الجناح نجيب الهدف معلش لو نجيب الهدف لسه كنت جايب الصورة أيوة ماشي دي طريقة طيب دي طريقة لعب النادي الأهلي هنا شايفين معاك كورة أحمد عبدالقادر مين اللي بيفتح هنا؟ علي معلول فين هنا عندي؟ عمر السلية أول ما عمر السلية لحظة أول ما عمر السلية شاف إن علي معلول زاد عمر السلية وقف على طول علشان يغطي في ظهر عمر السلية علي معلول مش هتلاقي في الكدر خالص محمد هاني محمد هاني وورا خالص مع محمد عبد المنعم ومع محمود متولي عشان العلق الدفاعي عشان المرتدات نكمل بالكورة نكمل بكورة هنا اللعب معالده ببص نكمل نكمل الصورة اللي بعدها علي معلول هنا بيرفع الأوفر نكمل برضو الصورة اللي بعدها ونوقف عندها بشكل جميل عاوز أوريك هنا بص كم لعيب دايما جوة 18 عند النادي الآلي الزيادة العددية اللي دايما النادي الآلي بيعملها محمد شريف اللي معمول عليه السهم اللي جاء له الكورة ورا حمدي فاتحي حسين الشحات دايما اللوينج المقابل للعب الكورة العرضية بيبقى دايما جوة 18 وشايفين برضو أحمد عبدالقادر طب الكورة لو اترادت السكن بول هتلاقي مين واقف هنا بيشوت يا عمر السلية يا اليو دينج واحد منهم بس هو اللي بيكون مقرب والتاني هو اللي عمل سكرينينج عشان ظهر علي معلول وعشان خاطر نص الملعب دي لو جبنا حالة من نروح للحالة اللي بعدها نروح للحالة اللي بعدها ده هنا برضو ده برضو نادي الآلي هنا زي ما أقولك لو حد فكر يضغط على النادي الآلي ضغط علي شايفين هنا لقيبة أوكلاند سيتي النادي الآلي بيحاول يحضر من تحت ضغطين ضغط علي على الالي دينج نمشي الكورة نشوف هنا الالي دينج هلعب الكورة اللي محمود متولي بس مش ظاهر في الكدر نقول صورة اللي بعدها محمود متولي بالزبط هين اللي ملعب عندهاني واللعبة هيتحول بطريقة تانية خلص نكمل الصور برضو بالزبط هنا محمد هاني بيبدأ يزيد عاوزة أوريك فين علي معلولة هو نكمل الصورة عاوزة أكلمك بأك بس نقف هنا لحظة هاكت مكلمك بأقولك إن النادي الآلي لو حد فكر إنه يلعبه ضغط علي النادي الآلي هيدرابه بالكورة اللي في ظهر الدفاع بس المساحة الفاضية اللي موجودة نروح للفريم اللي بعده هتلاقي إن محمد هاني لعب على طول الكورة لمحمد شريف وكانت شبه امتراض بالزبط الحالة دي قررت قد اتقررت ثلاث مرات في المباراة في شوت لأولاني بس وبيتهيالي كمان محمود في واحدة شبهها بالزبط يعني اللي تلعبت من هاني بس في واحدة من معلول لشريف وما كانتش قصار خمس دي قررت بالزبط نكمل الفريم بتاع الحالات وزي بقولك كانت شبه انفراض لمحمد شريف ولكن بالضيع الحالة اللي بعدها سريعا آه ماشي خلاص طيب نجيب حالة الهدف بسريعا عشان عاوز رشعورك الحالة الرابعة اللي هي فيها الهدف اللي هي في الديها خمسة واربعين الحالة الرابعة الأخيرة ايو بالزبط هنا عاوزك بقى نقف هنا ونقف كتير جدا دلوقتي حسيني الشاحات معا الكورة حسيني الشاحات مفروض بيلعب فين بيلعب وينج رايد مين موجود عندي هنا وينج رايد عمر السولية اللغبطة دي عملت أوف بوزيشن لكل الناس اللي وقفها علشان خاطر تعاوزك شوف أحمد عبدالقادر واخد الوينج اللي راجع يدفع بتاع اوكلان سيدي وداخل جوه عشان يسيب المساحة لحسيني الشاحات يسدد ونكمل بالفريم بصورة حسيني الشاحات بيشوت برضو بص على الزيادة العددية اللي موجودة للنادي الآلي داخل واربع لعبين سكند بول كرة رد من حارس مرة ومين اللي موجود هنا عندنا عمر السولية نجيب بقى الصورة اللي بعدها جايبة من الزاوية العكسية طبعا الهدف رائع أكثر من رائع الحسيني الشاحات هنا بقى عاوز أبو صورك بص بقى مين زايد هنا على الشمال عندي في آخر الكادر على الشمال علي معلول علي معلول علي دينج فين علي دينج بيأمن عليه ماشي لو نكمل بالصورة اللي بعدها هوريك مفاجأة تانية خالص بص بقى محمد هاني فين محمد هاني واقف مع محمود متولي ومع محمد عبد المنم عشان عاملين العمق الدفاعي وراء وقال يو دينج بيبقى واقف وراء الباك اللي بيزيد يعني لو حكاسنا يعني الأربعة هنا بقوا هاني ومتولي ومنعم ودياني وديانج بس الديانج قدامهم كنهم بيلاهم ثلاثة واحد أربعة فعاوز أقولك أن محمد هاني لو هو اللي زيد هتلاقي أن علي دينج مش موجود هنا موجود مكان محمد هاني وهتلاقي علي معلول وهو اللي رجع بالظبط كده نشوف برضو يعني برضو نكمل بالفريم هتلاقي برضو عمر الصلاة لعليه الدايرة هنا هو الوينج رايت هو بقى الوينج رايت بتاع بفيه دي بزبط جيد لو تاخد بالك حمد فتحي داخل مهاجم جنب أمام حمد شنج حمد فتحي بيعمل كل حاجة في الكورة حمد فتحي مبارح والله في كورة طلحها من جهة 18 عامل تاتلينج معنا الحالات لحمد بس خاص لو أسر معاه الحالات لعت حمد فتح فأقولك النادي الآلي دايماً عنده نجم المباراة مبارح محمود نجم المباراة مبارح حمد فتح حمد فتح حمد فتحي قطع بلا منازع حمد فتحي لعيب بيسهلك أمور كتيرة جداً وبيديك حلول كتيرة جداً وبيخلي عندك مرونة مع أن حمد فتحي كان محصرينه في أدوار الشر اللي هو الراجل اللي هو ديستروير يكسر نص المرعب قوي جداً 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 دفعين قوي جداً بالظبط كده هو خلاه من لعيب محصور في أدوار الشر إلى لعيب مفتاح أنا عارف أنه كولر تطور تطوير تطوير أداء اللعيب صح صح فكرة تطوير أداء اللعيبة أنا شايف كولر ابتدى يظهر إمكانيات عدد من اللعبين ما كانتش موجودة في فترة سابقة يعني كلامك صح جداً والإثبات حتى ممكن بالحالات أن تعال أشوف مستوى محمد هاني والأدوار التكتكية إحنا كنا في السنين اللي فاتت بنقول أن عالي معلول هو أهم مفتاح لعب لأهلي من ساعة التعاقد معه دلوقتي بي عندك أكتر من مفتاح لعب دي بداية الهجم أول خمسة الكرة طلع من تحت عادي خالص بنبدأ تحضير بالراحة خالص بص هم مشكلين عليك اللوت كله فسط الملعب ضغطين الباين أو السنائي بتاع ندلالي ديانج وسولية زي ما كان محمود بيقول هم اللي كشفين سكانينج وحمدي طاير قدام مش معهم اللقطة اللي بعدها هنا تلعبت لمعلول الشريف قاطع مع جاري برضو ناحية تانية أحب اللعب قادر لقطة اللي بعدها بص على خط واحد دايما من اللاعب اللي مقرب الكرة من اللاعب اللي جوه البوكس تاني احنا كان واحد جوه البوكس بين أربعة عبدالقادر هنا يعني الكرة طلعت منه خلاص بره لما تردت من الدفاع اللاعب الرابع جوه البوكس مين ده اللي بيجري حمدي فاتح لا طال بعدها هنا ضغط اهو زي ما كان برضو محمود بيقول في البداية احنا هو أربعة ثلاثة ثلاثة ساعت بتحول تلاثة أربعة ديانج ادي المربع بتاع نادي الأهلي ديانج والسولاية دايما تحت الكرة اللي زايت كأنه صانع لعب أو مهاجم ثلاثة حمدي فاتح حمدي فاتح هنا بيقفل زاوية التمرير على لعب أوكلند عشان يمنعه من بداية الهجمة وفي نفس الوقت شريف مهاجم صريح ومستنيه حمدي فاتح اللي علاء وعسى كرة تقطع ويروح فدايما هو اللي عمل الدور ده دايما عمل لك الزيادة العددية ده يعني جزء من بصمات كولر في أداء حمدي فاتح واستخدامه كمفتاح لعب أساسي لا أطلب عدها نفس القصة بص اللي على خط واحد خط الدفاع الثاني خط الدفاع الثاني عند أوكلند وبص إحنا عندنا أنا شايف هنا عبدالقادر هو اللي رجع وراء عبدالقادر بيغطي وحمدي فاتحي هو عشان معلول وراء عبدالقادر بيغطي الناحية دي عشان ما يطلعش الوينج بيمنعه وهنا حمدي فاتحي قافل فين شريف أول واحد خالص أول واحد في الكاتيبة بتاعتك في الهجوم سولايا وليانجي على خط واحد مين اللعيب اللي ضامم تحت هنا طبعا الحمدي فاتحي قافل على منك مين اللعيب اللي ضامم تحت حتى نقولك اللي هي مركزية ده حسين الشحان ده حسين الشحان ده حسين الشحان خش اللقطة اللي بعدها نفس القصة هنا تقلب الدايموند إن أنا عايز بأي شكل أضغط وتمركز بتاع لعيبة أوكلند وفك التكاتلات الدفاعية وفك الديد لوك هنا حسين الشحات مقرب ومع محمد هاني نفس الكلام بص لعيبة على خط واحد هنا حمدي فاتحي واقف فين اللي عليه الدايرة اللي في النص ده عايز يقفل زاوية التمرير حمدي فاتحي في التلت الأخير ها أدي واحد اتنين تلاتة مين التلات مهاجمين كده محمد بص أدي عندك فاتحي عندك شريف وحسين ضاغط والتلت حمدي فاتحي في التلت الأخير بتاع أوكلند طيب الكرة تتلعب هيدربونا في دهرنا في بريق أوكلند هاعمل وان تو هتتضرب في المساحة الخالية دي كلها ماشي الفريم اللي بعده بص تلاتة اللي كنت رسا بص تلاتة على خط واحد وحسين قلب تلاتة أربعة تلاتة متولي بيحاول يقابل مين اللقطة اللي بعدها مين اللي هيرجع هنا يجبر اللاعب انه يلعب بص سيء جدا وتطلع بره ويجمع نادي الأهلي حمدي فاتحي رجع من تلت الأخير فبتالي الأدوار الهجومية كمان هو لسا بيلعب دور رقم ستة أو الديستروير بس تفس الوقت هو بيعمل مجهود دادني جبار اللقطة اللي بعدها برضو على حمدي فاتحي نفس القصة فيه كم واحد في البوكس الكرة مع معلول لسا التحضير عايز يعمل أوفرلود داحد الشمال بص حمدي فاتحي فين مين اللي جوه البوكس الاربعة بتوعك حمدي وشريف وشريف شريف بطبيعة الحال حسين الشحات الوينجر وتجيب الجون خش على اللقطة اللي بعدها هنا بقى على الورق هي دي مرونة كولر والزكاء أسهل حاجة نجي أقولك أنا بلعب 4-2-3-1 أنا بلعب 4-3-3-3 على الورق الأهل يكمل بلعب 4-3-3 النهاردة في الحالة دي 3-4-3 3-4-3 بص هاني فين هاني زايد على خط واحد مع لعبة وسط الملعب فبقى 3-4 وال3 بتوع الأهل يضغطين عشان يقدر يخلخل أو يعمل خلينا نقف عند الحالة دي مع أنا سميه محمود متولي لأنه هو مندمج وبيشرح الحالات جدا حسيت أن محمود متولي هو اللي عاد قدامي مش آس حدقلك قبل كده إن فيك شبه كبير من محمود متولي حسيت كده طيب خلينا نروح للمغرب ونتطمن على أخبار نادي الأهلي واليوم قبل الأخير هننكلم على 48 ساعة طبعا أخيرة قبل مواجهة سياتل ساوند اللي إن شاء الله يوم السبت اللي جاي خلي الروح لزميلنا كريم أحمد هناك يقول لنا آخر أخبار والسعادة النادي الأهلي النهاردة في تنبا كل التحية لك زميل العزيز محمد سعيد وكل التحية للزميل العزيز أيضا أحمد سمير والتحية والشكر موصلين لجمهورنا العظيم جمهور للنادي الأهلي يعني زي ما بنقول طبعا بركنا للعيب النادي الأهلي والجهاز الفني والجمهور طبعا على الأداء المميز والمبراء الماضية والانطلاق الأكثر من رعاية الحقيقة لفريق النادي الأهلي أداء ونتيجة لكن زي ما الكل عارف يعني تبدأ الانطلاق تكاس العالم الأندية من المبراءة القادمة النادي الأهلي الحقيقة لم يشارك في المبراءة التمهيدية والدور للتمهيد من فترة طويلة جدا عشان كده خلاص نبدأ نقول بقى المبراءة القادمة بمشيئة اللي هتكون تحدي جديد وهتكون هي الانطلاق إن شاء الله يا رب المجهود الكبير والتحضيرات الكبيرة جدا والإصرار الكبير الحقيقة اللي عارفينه عن فريق النادي الأهلي والعيب النادي الأهلي يستمر معهم حتى آخر نقطة في هذه البطولة الحلم الكبير كالعادة لكل جمهور النادي الأهلي نطمن بقى كل جمهورنا عن اليوم النهاردة طبعا إحنا خلاص في ختام اليوم لكن يوم كان صباحا نبادئ بتدريب صباحي طبعا على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة ملعب مماس جدا الحقيقة وزي ما أكدنا محمد وزميلي أحمد طبعا يعني من الشيء الإيجابية جدا والشيء الرائع أن احنا متواجدين هنا في طنجة مش هنرجع تاني تتوان لأنه ده أمر كان صعب جدا جدا مرهق على العيب النادي الأهلي وعلى البعث بالكامل فبالتأكيد يعني دخول كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الكابتن سيد عبدالحفيز لتوفير بعض هذه الأمور والترتيب أيضا كمان مع الفيفا فكان أمر مهم جدا أنه أن تكون متواجد في فندو إقامة مميز فندو إقامة هادي بشكل كبير ملعب قريب من فندو إقامة بخمستاشر دي فالأمور دي الحقيقة يعني بتقلل شوية بعض المجهودة على العيب النادي الأهلي على أن تكون بقى جرعات التدريبية كاملة يستفيد بها لعيب النادي الأهلي بشكل كبير جدية كالعادة وإصرار كبير من أول يوم يارب يستمر مع فريق النادي الأهلي لآخر نقطة في هذه البطولة تحضيرات أكثر من رائعة بنأملها من ميستر كولر الحقيقة اللي ممكن أدى أداء فني رائع جدا من خارج الخطوط في المباراة الماضية قراءة فنية تابع بشكل كبير جدا كل نقاط القوى الثغرات بنسبة لفريق أوكلان سيتي فبمشية الله إن شاء الله المباراة القادمة كل الدعم طبعا لفريق النادي الأهلي والعبية والجهاز الفني على أن يكونوا الكل على قلب الرجل الواحد قلنا محمد وأكدنا اللي هيكون متواجد زي اللي مش هكون متواجد زي اللي هيكون خارج برا القائمة تماما كل كان على قلب الرجل الواحد لكل كان عنده إصرار كبير جدا النجم هو للنادي الأهلي والهدف هو إسعاد كل جمهور النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح نادي الأهلي مستمر في تدريباته غدا بمشيئة الله 12 ظهرا بتوقيت المغرب على الملعب الفرعي أيضا باستاد ابن بطوطة اللي هيستقبل مباراة النادي الأهلي في مباراة طبعا يوم السبت مشيئة الله هنأكد على المعاد لأن المعاد 6.5 بتوقيت المغرب 7.5 بتوقيت القاهرة بعض يمكن الناس ممكن تتحرشوا في المعاد لكن هنأكد هذا الأمر مرة تانية إن شاء الله بمشيئة الله موعد المباراة القادمة لفريق النادي الأهلي 6.5 بتوقيت طنجا 7.5 بتوقيت القاهرة كل الترتيبات مشة بشكل طيب جدا حتى هذه اللحظة نتمنى إن شاء الله بإذن الله غدا تكون جرعة تدريبية قوية لأن خلاص ممكن بكرة هيكون التدريب الرئيسي والأخير لفريق النادي الأهلي ده أمر مهم جدا وسائل الإعلام يكون متواجدة 15 دي兒 يكون كالعادة طبعا لي فريق النادي الأهلي وكل طبعا وسائل الإعلام فيا رب يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله كل التحضرات وكل الترتيبات وكل الأمور الخاصة بالجهاز الفني تكون من نصيب النادي الأهلي لجدية موجودة لتحضرات كل الاجتماعات الخاصة باللعبين تكون على قدم الوصق محتاجين هذه المباراة محتاجين الانطلاق من جديد فيا رب إن شاء الله بإذن الله الجمهور الأشقاء المغربة جمهور النادي الآلي شفنا الرسالة الكبيرة جدا ومباراة الافتتحية الحقيقة وأشدنا بالجمهور المغربي اللي كان بيشجع النادي الآلي من قلبه يعني فيه أهلوية مغربة هنا كتير جدا جدا قدوا يعني أداء رائع وانطلاقة كانت جيدة ومباراة الافتتحية أكثر من رائعة بجانب طبعا جمهور النادي الآلي العظيم اللي كان متواجد قلة العدد مش مهم لكن وصلوا رسالتهم لفثاتهم كانت مهمة جدا حيوا اللعبة وأزرون بشكل كبير فبمشيئة الله ان شاء الله يستمر النادي الآلي غدا في تدريباته على أن يكون يوم السبت بمشيئة الله ان شاء الله موعد النادي الآلي كل لعيبة تكون في يومها ويا رب ان شاء الله تكون فرحة كبيرة جدا زي ما فرحنا في المبراء الماضية ومصر كلها كانت فرحة يوم السبت ان شاء الله بمشيئة الله تكون فرحة كبيرة جدا ولكل حدث الحديث عقب انتقى دي المبراء شكرا طبعا الزميل عزيز كريم أحمد دي أخبار فرقتنا ونجومنا في المغرب وإن شاء الله بإذن الله إحنا عندنا مواجهتين دار بنار يعني طبعاً اللي يهمنا فيهم الأهلي والسيادة لكن ما تنسوش أنه الهلال والوداد مباراة مليار التقيل يعني المباراة هتكون بين فرقتين تقال جداً وظروف المباراة والمواجهة والطبعاً والدوافع فكرة التأهل اللي الدور قبل النهاية مواجهة فلمينجو أقل طبعاً فلمينجو من الريال شوية تدي أمل للفريق اللي هيفوز أنه ممكن عنده احتمالية وعنده إمكانية أنه هو يوصل مباراة نهائية الهلال في الوداد سريعاً جداً مين يكسب آسر مباراة صعبة الهلال فريق مدجج بالنجوم زي ما كنا نحوضة بنقول مشوية حتى الماركت فاليوم تعمل قيمة تسويقية عالية لكن أداء والفترة الأخيرة سائق جداً أخيرها الخروج من الكاس فبالتالي المباراة يعني لسه انت رأيك مين كفته؟ مينها خلص؟ برضو عنده تغيب من بعد طبعاً الوداد ما بعد الركراكي قصة تانية خالص أعتقد الوداد على المستوى الأخير لمستوى الفرقتين هو لقرب يعني ككورة آه أكتر محمود على أرض الملعب أي فريق بيلعب في المغرب مغربي كفته ستين سبعين في المئة عمل جمهور قوة جماهيرية مش طبيعية فأعتقده كمان حتى ولو انت هتشوف الأهلي مبارح بيلعب الأستاذ كان طول ومكسرين دليا جماهير فأنت متخال بقى الوداد هيلعب عامل إزاي وبعدين هم مستنيين كاس العالم عندهم في أرضهم فبس الوداد مش مهور بأفضل حياته زي ما أسر قال ولا الهلال ولكن الهلال ولا الريال ولا الريال نستني الريال ولكن بس الهلال معاه مدرب محنق جداً 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 طبعاً رامون دياز الهلال مدرب كبير جداً جداً فهتبقى معركة شافوا هيبقى ماتش ضرب نار يوم الستة طبعاً معركة فعلاً طبعاً نروح بقى للسيعة تلك عايزين نعرف الفريق اللي هنواجهه يوم الاسبت فيه كلام بقى أنه خلاص خلاص الدوري مريح بيبدأ فترة إعداد هل غير في اللعيبة؟ هل جاب صفقة تانية؟ فيه لعيبة أجانب كتير موجودين في الفريق طبعاً يعني نظر عامة كده نظر عامة كده محمد على عين على المنافس أوكي كسر أكتر مراقب أصلاً بأنه بيلعب كسر عالم أندية معنا يعني الفريق ده نحن متعودين اللي بيجي طيماً من بطل كونكاكاف فريق مكسيكي شفنا مونتيري وشفنا عبادشيك وشفنا فرقة كتير جداً من مكسيك المرة دي السنة اللي فاتت تحديداً في إبريل لعب مع كوماس في النهائي مكسيكي وكسر 3-0 اكتسحوا وكانت من أفضل المرات اللي ظهر فيها فريق سياتل ساندرز الفكرة أنه أول فريق كمان من الأمل أس أو الميجر سوكر ليج أو الدورة النقبة الأمريكية يتأهل لكسة عالم الأندية فأكتر من رقم بيكسروا وأول فريق أمريكي فبالتالي عنده دوافع كبيرة جداً الفريق يبان في الشكل العام أو في المطلق إنه حاجة بالنسبة لنا مبهمة أو مش واضحة وكده لكن حتى إحنا معنا تشكلت الفكرة أنه ممكن تلعب فريق بلعب نفس طريقتك لكن فيه فروق شوية في طريقة الكرة الكرة الأمريكية بالذات الفرق اللي بتبقى عندها لعبة كتيرة من هو بلعب 4-2-3-1 تقريباً زينا دي كانت آخر مباراة يعني دي المباراة دي كسبها دي ودية لعب وديتين هو بقاله أربع مباراة على 13 محترف مصمم على 13 محترف دي طريقة اللي بلعب بيها على طول الاختلاف الوحيد إنه لعب مطش في الدوري آخر مطش في الدوري مع سان خسي لعب 3-4-2-1 تغيرها مرة ترتيبه في الدوري ينفنش كان 11 هم بتقسموا المجموعتين هو كان ترتيبه 11 عكس السنة اللي فاتت اللي كان فيها طبعاً بطالق جداً تكون كاف وصلنا بس بعد مخلص ترتيبه 11 هل جاب صفقات ممكن ديكون غير اللعب اللي كانت في الدوري في اختام الدوري آه طبعاً وأبرزهم يعني أو من لعيبة اللي بقالها معهم شوية كويسين احنا شفنا تشكيلتين دي 3-4-1-2 دي 3 اللي لعب بيها أمام آخر مباراة رسمية زي ماحمود كان بيقوله ولعب وديتين آخر مطشين لعيبهم لكن دي آخر مباراة رسمية كات مع صان خوسي آه بس نفهاش كتير من العناصر الأساسية آه بس بس استخدم فيها طريقة غير اللي احنا هنشوفها احنا هنشوف أربعة اتنين تلاتة واحد يعني فراي وراول رويديا راول رويدياس هو هدف الفريق آه فسع هدف تتر واشر مطش أخطر واحد في سراعاته ولد آه المهاجم البروكي تسعة تسعة يعني بس مع ذلك هو طوله كمان مش طويل آه لا بس فرود طول الفرود مية تسعة وستين هو يعني طول يعني الافرد شتاع الفرود الكويس سنه التنين وتنين سنة متمارس جدا نقول لك هو هدف الفرقة جاي بتسعة عدد الفكرة في انه بروفي هو سع بروفي هدف من برو آه الفكرة انه كمان الدوافع هتكون انه اول مرة لعبه كاسعال امام نادي الاهلي آه آه عكس اوكلند ما عندكش اي تاريخ مواجهات يمكن احنا اوكلند في ال 11 مرة للاعبهم 8 مرات بيطلع من الدور الاول او الدور التمهيدي المرة الوحيدة اللي تم استثناء استثناء الفريق ولعب ما يسمى بربع النهائي لما لعب قدامنا 2006 خسر قدام الاهلي وخرج بنتيجة 20-0 طبعا في لافي وابوتريكا الكمان المرة المرتين يتقاهل فيهم كان على حساب الجزيرة والمغرب التطواني فبالتالي عكس ما فيش تاريخ مواجهات لأول مرة بعتقد مبارادي اصعب مش بس عشان ربع النهائي وعشان اللعيبة عندها الدوافع وطبعا بنماني نفسنا كجمهونة قال ان احنا نلعب امان ريال في نصف النهائي وشايفين انا حتى كنا منتكلم قبل الهواء وده انه القرعم في الكافة التانية احنا المراد في الناحية التانية في المواجهة التانية فعندنا الفرص اكبر اتمنى طبعا ندلقالي انا متأكد ان كولر بدأ يذاكر اخر مطشاط ما كانش هيبقى عنده سهولة قوي في انه يتابع الفريق زي اوكلند اللي انت كان سهل جدا تجيب مطشاطه القصة هنا شوية غمضة لكن في المجمل الفريق قدم السنة الفت واحدة من افضل النسخ ليه كممثل عن الكورة الامريكية كممثل عن الميجر سوكير ليج او الامل اس السنة دي مش افضل نسخة لي بيواجه ندل الاهلي اعتقد كان مريح اكتر من الاهلي عنده عمل البدني خليني اقف مع الجزئات الناحية النفسية والمعنوية يعني اللعيبة دي نفس الجيل ده اللي لعب بطلتين كاس عالمي محمود واحدة فيهم واجه فيها بطل امريكا الجنوبية في المراس وقدر ان هو يكسبه وياخد بطلية بمزايا غالية جدا والنسخة التانية لعب من غير نص سكواد يعني نص سكواد الاساسي كان مع المنتخب وقابل برضو بطل كونكا كاف وكامونتري ساعتها المكسيكي وقدر برضو يتجاوزه بتهيل الجزئية دي تعمل فارق من ناحية المعنوية والنفسية قبل مواجهة سياتل ساوند انا شايف يعني زي مبارات اوكلام سيدين شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله كفته ارجح بكتير بسبب عوامل كتيرة جدا خبرة لعيبة النادي الاهلي انت ما تلعب ثلاث سنين واربعد كاس عالم الاندية بتفرق معك بشكل كبير جدا نفسيا وبتفرق معك جدا زهنيا وفي ارض الملعب شفنا في مبارات النادي الاهلي اوكلان النادي الاهلي كان شارس جدا في حالة تركيز في الحداشر لعيب ودي دي برد اكيد تحصل مارسل كولر ولكن الخبرات اللي بقت موجودة عند لعيبة النادي الاهلي متمرسين على الاحداث اللي زي دي لعيبة لعيبة سياتل ساندرز ممكن يكونوا لعيبة كويسين عنده 13 محترف اهم مصادر الخطورة في سياتل ساندرز هو زي ما قلنا هو احنا للأسف احنا مش عارفين نتفرج عليهم قوي وهم بقالهم فترة وقفين ولكن لو ترجع على رقامهم سريعا هتلاقي انهم السنة اللي بفات تخلصوا الـ 11 في الدوري هو الدوري انك عندهم مقسوم مجمواتين مجمواتين هكانش موجود خالص ولا حتى تأهل في بلاي اوف اللي هو دوري الـ 16 اللي بتأهل منه 14 فرقة والأول والأول بيبقوا باي فبيبقوا 16 فريق حتى ما تأهلش الدي وهو كان يتقدر تقول عامل كده يعني حاجة غريبة في السنة اللي قبلها لما اخد البطولة وكانت أول مرة من فرقة من مرة ماكسيك تاخد الكونكاكاف فعشان كده دايما اقولك النادي الأهلي كفته هتبقى أرجح ولكن لو نبص على الماركت فالي من قيمة التسويقية لساعة السندرس هتلاقيه 49 مليون لعيبة من 4 لعبات من برازيل لعب من برو لعب من سويسرا لعب من كولومبيا اعتقد لعب من اليونان لعب من أوكرانيا اعتقد عندهم وعندهم وقفتو وخمس لعيبة في منتخبات الشباب بك شمال كاميروني اعتقد دولي لعب لعب كاس أمم بضبط فبالك الماركت فالي ممكن يكون أكبر من النادي الأهلي الماركت فالي بتاع 29 مليون يورو هم 49 مليون أفرق كبير ولكن ثقة النادي الأهلي في مبارات يوم السابت هتفرق بشكل كبير جدا انت بقيت متمرس يعني بالنسبة لي اروح لعب كاس عالم أندية موضوع ده بالنسبة لي بسيط لعيبة النادي الأهلي بتروح منتخبات بتتأثرش خالص بكل المواقف دي عندنا دفعة تانية بزبط لعبنا كل مرة الصدفة حطتنا نلاعب بطل قارة جديدة لما لعبنا بطل أمريكا الجنوبية غلبنا لما السنة اللي فاتت تحطينا في مبارات التحديد البرونزي مع شقيقنا الهلال سوري كسبنا بطل أسيا المرة دي انت بادئ كسب بطل أخيانوسيا عندك فرصة انك تكسب بطل أمريكا الشمالية للمرة تانية وانا لو كسبت مبارات بعد بكرة هلعب ريال مدين تشكرين بنزيمة وفينوسي الجوني ركام ده كله هاكل ملعب ممكن يكون سلاحزو حدين انك تبقى بتفكر في المبارات التالتة وانت لسه مراتش مبارات لا احنا بناخد كل مبارات الحدة وعجبني جدا مرسل كولر بس انت قلت حاجة مهمة جدا سيد محمد انه فكرة التفكير حتى التعامل النفسي مع كولر اللي شفناها المبارات اللي فاتت احنا مديها الأولى لحد دي يا خمسة تسعين مشوفنا لعيبة في كامل التركيز وليس صعب جدا انك اشتغلت على لعيبة كانت شوي يعني طلعت منها احسن نوس خزايا هاني وزاي حمد فتحي فكرة الوان توان سايكولوجي انه طول الوقت انا عايز اطلع منك احسن حاجة وتفكر كل مبارات بترتبها حتى في الاوراق يعني بالتأكيد هو رأيته كمان سياتل ساوندرز انه فيه فوارق اكيد بين سياتل ساوندرز وبين اوكلان سيتي ولكن ناخد بالنا واحدة واحدة زي ما مارسل كولر دايما بيتكلم يعني كم يتكلم يلون هاخد كل مبارات على حدة كل مبارات وحدها مفكرش غير في اوكلان سيتي فان شاء الله بإذن الله وبالتأكيد من اول من انتهت مبارات اوكلان سيتي بدأ مارسل كولر في التفكير في كيفية مواجهة طريقة الامسل ويهي التشكيل الافضل لمواجهة سياتل ساوندرز ان شاء الله في مبارات بكرة هيجاوبنا على السؤال ده وهنحاول نقرأ الطريقة اللي بيفكر فيها مستر مارسل كولر مع اثنين من كبار نجوم النادي الاهلي هيشرفونا في الاهلي في المونديال كابتن فتحي نصير كابتن مار همام هيكونوا ضيوفنا اسمحونا نشكر طبعا اسر حسين ومحمود شاكر شرفتونا ونورتونا وامتعتونا وبإذن الله كونينا لقاءات تالية طول ما المشوار مكمل يا رب نحن 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 عالب الفضية إن شاء الله ونزهبية ونحن لو وصلنا النهاية فالزهبية لا لا خلال نحن 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 بس نحن نعدي بعد وكرة إن شاء الله ونشكركم شكرا جزيلا هنروح للمغرب سريعا نشوف الحقيقة تصريحات حوار يعني مع كابتن سيد عبدالحفيز عقب ما بعد الفوز الأول والمرور من العقب الأولى أمام أوكلين سيتي نشوف كابتن سيد عبدالحفيز آل إيه ونرجع لكم مرة تانية أنا ومحمد في الأهلي في المندي نرحب كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان وبنهني بالتأكيد كل لعيب النادي الآلي على الفوز الأمس وعندنا مهمة بقى بالتأكيد قادمة مهمة جدا نعرفها من كابتن سيد عبدالحفيز بارك لك كابتن سيد بالتأكيد مباراة وانتهت الحقيقة لكن حابب أكلمك على المباراة شفت كمان الأجواء الجمهورية اللي افتتاح وحطتنا في الأجواء أمس كابتن سيد يعني في البداية طبعا يمكن حاجة من الحاجات المهمة واللي لازم أقف عندها معاملة الجمهور المغربي للنادي الآلي يعني حاجة أكثر من رائعة وده المعتاد يمكن في كأس العالم المنتخب المغربي وهو بلعب مع أي فرقة كانت الانطباع والرغبة كلها والتشجيع كله راح للمنتخب المغربي يعني فأشكرهم على التعامل مع تيميني دي الأهل المبارح ودي طلعا من القلب يعني ورب دايما تبقى موجود على طول يا رب يا رب ما بين الأخوة العرب الحمد لله طبعا على النتيجة والحمد لله طبعا على الصعود لكن البطولة مش من وجهة نظري بالحقيقة هي هتبدأ دلوقتي يعني الدور ده ما كناش معتدين إن هنلعب عليه أو نلعب فيه يعني التعامل كان جيد جدا مع اللقاء التركيز كان موجود وحاضر الاهتمام والجدية كانت موجودة لحد آخر سنة وآخر دي آآ قافل الصفحة خالص لأن هي دي الحقيقة أنت هتلعب مباراة بلفل مختلف خالص عن اللي فات مع النادي مختلف خالص عن اللي فات فحال التركيز برضو كن موجودة إن شاء الله والتوفيق يكون حالي في نبزة يرجيك جدا الحقيقة نحن نكون متوجدين الحقيقة هو طبعا كان بيبقى اختيار الاتحاد الدولي والفيفا لكن الراحة دايما أو الأحسن كانت تبقى هنا الأوتيل أنا من وجهة نظر الأوتيل يعني أنت مش راح تعمل شارع عسل أنت راح تعمل معسكر رياضي يعني يكون فيه من وجهة نظر يعني مش بضروري يبقى خمس نجوم أو سبع نجوم لكن يناسب فرق الكور وده موجود هنا ملعب زي ما انت شايفه كويس الحمد لله ربا همين الأجواء أحسن المعسكر رياضي وده مهم جدا يعني القرب المسافة برضو ربع ساعة وأقل من كلاب شوية شكرا كل الشكر والتديري للكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة باركنا الحقيقة لكل العيبة النادي الأهلي لكن صفحة وتقفلت القادم أفضل بمشيئة الله إن شاء الله وبالتأكيد كان جهد كبير جدا الحقيقة من جانب الإداري تحديدا كابتن سيد عبدالحفيز عشان الكل يكون متواجد في طانجة لأن الصفر يكون بمسافة طويلة جدا يا رب إن شاء الله القادم يكون أفضل لنادي الأهلي واستمر بأداء شخصيته الكبيرة جدا حتى آخر نقطة في كاس العالم للأندي